السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم على قناة دكتورة شايماء رزق واللي هنبدأها إن شاء الله تعالى بسلسلة شرح قواعد اللغة الإنجليزية على بركة الله نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم النهاردة إن شاء الله تعالى هنحل التدريبات اللي أخدناها واجب المرة اللي فاتت على المضارع البسيط والمضارع المستمر يلا بينا أول سؤال على طول هنختار زمن المضارع البسيط لأنه بيقول أنا بعيش في الصين يعني وطنه وبلده الصين ودي حاجة دائمة فتبقى الجملة هنا هنختار زمن المضارع المستمر لأن الجملة بتعبر عن حدث بيحصل دلوقتي عرفت منين من كلمة look اللي هي جاية بصيغة الأمر بمعنى أنظر يبقى الجملة بتاعتنا هتكون هنا هنختار mix مضارع بسيط عشان هنا الجملة بتعبر عن fact حقيقة لأن الجملة بتقول الخباز بيصنع الخبز ودي حقيقة عمله يبقى الجملة هتكون هنا الإجابة هتكون مضارع بسيط لأن هنا بيقول هو بيأكل رز كل يوم يعني عادة بتتقرر عنده كل يوم والجملة هتبقى هنا هنختار المضارع المستمر لأن الجملة بتعبر عن ترتب في المستقبل أو عشان من فيها بقى هنقول عدم ترتب في المستقبل الجملة هنا بتقول إنهم مش جايين الحفلة بقرة يعني مش مرتبين نفسهم إنهم يجوا الحفلة بقرة فهتبقى الجملة هنا طبعا هنختار مضارع مستمر لأن الفعل بيحصل دلوقتي الآن والجملة هتبقى طبعا هنختار هنا مضارع بسيط لأن الجملة بتعبر عن حقيقة هو جاي من باريس لأن بلده باريس يبقى الجملة بتاعتنا هتكون وبرضو هنا هنختار مضارع بسيط لأن الجملة بتعبر عن حقيقة لأن بيقول هنا المهرج بيشتغل في السرك ودي حقيقة وهنا هنختار طبعا المضارع المستمر عشان بيقول أنا عايش في فندق وده فعل مؤقت مش هيعيشت العمر في فندق فتبقى الجملة وهنختار هنا المضارع المستمر في أهو كلمة now في الجملة بتقولي إن الفعل بيحصل دلوقتي فتبقى الجملة وبرضو هنا هنختار المضارع المستمر عشان الجملة بتدل على الترتيب المستقبلي بيقول أنا جاي الليلة يعني مرتب نفسه إنو يجي الليلة يعني الجملة هتكون بالشكل ده سمعاكم بتقولوا مضارع بسيط دي عادة بتتقرر كل يوم حد بيقولوا إحنا بنروح المطعم كل يوم حد هنا الجملة فيها فعلين الجزء الأول من الجملة هنختار مضارع بسيط عشان هي عادة بتتقرر لإنه هو بيقول هو عادة بيعزف على الطبول الجزء الثاني من الجملة هيكون مضارع مستمر لإنه بيدل على ترتيب مستقبلي لإنه بيقول هو هيعزف على موسيقى الجيتار الليلة يبقى الجملة كلها على بعضها هتبقى وهنا مضارع بسيط لإنه فعل ما بيحصلش أبدا بيقولوا إحنا منشوفش التلفزيون أبدا الصبح يعني عادة عندهم إنهم ما يشوفوش التلفزيون الصبح هنا الإجابة هتكون زمن المضارع المستمر لإنه ترتيب مستقبلي لإنه بيقول هو هيقابل أصحابه بعد المدرسة يعني مرتب لمقابلة أصحابه بعد المدرسة هنا برضو هناخد المضارع المستمر لإنه بيتكلم عن فعل مؤقت الجملة هنا بتقول في الوقت الحالي هي بتعيش في الهند كأنه بيقول هي بتعيش مؤقتا في الهند وكده الجملة هتكون وهنا برضو هنختار مضارع مستمر عشان هنا الفعل بيشير إلى التطوير بيقول العلماء يطورون أدوية جديدة طول الوقت هنا هنختار مضارع بسيط لأن الجملة بتشير إلى عدب تتقرر بيقول هو بيجي ألمانيا في بعض الأحيان يعني الجملة هتكون وهنا برضو هنختار المضارع البسيط عشان الجملة هنا فاكت حقيقة بيقول الجزار بيبيع لحوم وهو فعلا بيبيع لحوم ما بيبيعش جوافها هنا هنختار المضارع المستمر علشان الجملة بتشير إلى فعل مؤقت بتقول هي بتعيش مع عمتها الأيام دي وفي النهاية إذا أصبت فهذا مننا وفضلي من الله سبحانه وتعالى وإن أخطأت فهذا سهو مني ومن الشيطان ويا رب تسمحوني عليه وقابلكم إن شاء الله تعالى في الدرس القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته